استقبل وزير الداخلية محمود طوفيق نذيره بدولة النيجر حماد أدم سولي والوفد المرافق له استعرض الجانبان أوجهاء التعاون بين وزارتين الداخلية في البلدين بالإضافة إلى آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وقد أعرب وزير الداخلية عن حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النيجر في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين من جهته أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقديمية والدولية